في محافظة نابس حملة احنا معكم لدعم سمود المواطنين والمزارعين بمبادرة من الإغاثة الزراعية التي تسعى إلى مساندة المواطنين المهددة أراضيهم بالمصادرة والذين يتعرضون لمضايقات من قبل المستوطنين النشاط بتمويل من مؤسسة الواتشة وتنفيذ الإغاثة الزراعية ويقوم على أساس توزيع مدخلات لمساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون وهي قطافات زيتون ومقصات أعشاب ومفارش ومناشير وسلالم وغيرها من المدخلات لمساعدة المزارعين على جني ثمار الزيتون بشكل سريع وخاصة في المناطق التي تتعرض لاعتداءات بشكل يومي من قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال وتأتي هذه المساعدات المتمثلة بالقطافات الكهربائية والمفارش والمقصات بهدف مساعدة المزارعين الذين يتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيها أثناء قطاف ثمار الزيتون هذه المساعدات طبعا لها أهمية كبيرة جدا في تسريع قطف أشجار الزيتون التي ربما سيكلفنا ذلك الكثير من الجهد والوقت وهذا يختصر علينا كثيرا من الوقت والجهد وهنا ندعو أيضا إلى مزيد من التضامن في أيام التي سوف نذهب إليها إلى قطف شجار الزيتون من أجل أن نستطيع أن نقطفها بسرعة أكبر يعني هذا مشروع مهم جدا للمزارعين خاصة في المناطق المهددة في بيتها خاصة في منطقة جبل صبيح ومحيش جبل صبيح تأتي في محاولة دعم صمود المواطنين ومساعدتهم على قطف الزيتون من خلال توزيع أدوات لقطف الزيتون بالسرعة الممكنة وبتسهيل عملية قطف الزيتون فبالتالي هذا المشروع الذي بادرت إليه جمعية الإغاثة الزراعية في نابلس هو مشروع مهم جدا لعملية دعم المزارعين في المناطق المهددة الأراضي الزراعية تتعرض لسياسة تهويد متواصلة من قبل الاحتلال الذي يسعى لمصادرة آلاف الدنومات الزراعية وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم مع بدء موسم قطف الزيتون المواطنين يحتاجون من يقف إلى جانبهم في ظل إجراءات الاحتلال والمستوطنين الذين يسعون إلى منع المواطن والمزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرض من بلدة بيتا خليل أبو عرب تلفزيون فلسطين